ونبتدي أخبارنا والحقيقة يمكن زي ما قلت لكم طبعاً الفرق النهاردة واخد الراحة وخدوا بالحضراتكم ناس كتير جداً كانت تحفظت على قرار مسيماني وجهزوا الفني بأنه هم يدوا الفرق راحة ست ايام يعني وجهة نظر محترم نسمحها ونتناقش فيها أنه ست ايام فترة طويلة جداً وكفيلة بأنها تبعد الفرق عن مستواها البدني وحالتها البدنية وحالة التركيز اللي هي عليها وتصعب شوية من مأموريتهم في تونس لكن بالدليل القاطع وبالتجربة العملية تبت أنه الحقيقة الفريق ظهر بشكل فرش تحس أنه اللعيبة وحشها الكورة تحس أن اللعيبة واقفة في الملعب مفيش حالة الإجهاد مفيش حالة التعب مفيش حالة حضراتكم عرفين المطشط اللعيبة فيها بتبعز تتخلص من الكورة اللعيبة اللي معاك كورة مش عارف تعمل فيها ايه شوفنا ده الحقيقة أنه لا الحقيقة الفرقة واقفة على رجلها لغاية من أول لحظة لآخر لحظة رغم أنه المطش كل معطياته صعبة بتلعب الترجي بتلعب في دور قبل نهائي بتلعب بره أرضك بتلعب في حضور جماهيري جمالية الترجي محدش يختلف عنها واحدة من أصعب الجماهير اللي موجودة في قارة أفريقيا ورغم كده الحقيقة الفرقة حسستك أنها بتلعب مباراة في الدوري العام وأنه المكسب قاتي لها محالة وأنه لغاية ديئة السعين الحقيقة إحنا المتسايدين وإحنا المسايطرين عشان كده مهم جدا جزئية الترتيب والتحضير للمطشاط وأعتقد أنه يومين راحة بعد مواجهة الترجي في نص النهاية أعتقد هيكون ليهم مرضود بإذن الله إيجابي على فرقتنا إن شاء الله نرجع بكرة التمرين زي ما قلتلكم قبل 48 ساعة من اللقاء ندخل معسكر مغلق ترجمة نانسي قنقر